دفع الانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا حول العالم وعدم وجود بيانات كافية وإجابات واضحة عنه دفع بريطانيا إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل افتراضي اليوم الاثنين لوزراء الصحة في تكتل السبع لبحث التطورات ومناقشة كيفية التعامل مع متحور أوميكرون المخاوف أجبرت منظمة الصحة العالمية إلى تعديل إجراءات السفر حاثة تندول العالم على الإسراء بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19 وحذرت المنظمة من إمكانية حدوث زيادة بحالات كورونا اعتماداً على خصائص أوميكرون ما قد يترتب عنه عواقب وخيمة وأنه لدى أوميكرون عدداً غير مسبوق من التحورات وبعضها يثير القلق لآثاره المحتملة مشيرة إلى أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم احتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة وأنه ثم تقدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة خبير في الأمراض المعدية من جنوب إفريقيا موطن المتحور الجديد قال إننا نشهد زيادة سريعة في عدد الإصابات ونتوقع موجة رابعة وفي فرنسا سجلت ثمانية إصابات بين الأشخاص الذين زاروا جنوب إفريقيا مؤخراً وسجلت في بوتسوانا تسع عشرة إصابة من متحور أوميكرون إضافة إلى ظهور حالات في كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدانيمارك وبلجيكا وإسكتلندا والكيان الصهيوني وأستراليا وهونغ كونغ وفي تطور يبعث على التفاؤل كشفت شركة أدوية عن إمكانية تطوير لقاح مضاد فعال للمتحور الجديد